تنائي اللذيذ اللذي مكلته وطيابه اكبره متعة البطاطا والدنجال جبتليكم طريقتين كي يحمقوا تبعوا معي الطريقة المقادير تلقوهم التحت البطاطا درتليها التوابل والزيت ودرتها في الارفراير تطابس غادي ناخدليه وخطو بلاسكار ونزيدله الطاحينة ثم ماء الحامض من الحار بزار والحار ونخلط ونزيدليه المعدنوس ونفرش هاد السلسة بالتحت ونفرش فوق من البطاطا بعد ما طابت تقريبا ربع ساعة في الارفراير لدرجة حرارة متين الروع ما يكون هو هاد الميلونجير هاد البطاطا مع هاد الأصوص جربوهم ما تترددوش كي يحمق كي يجي طبق الثاني هو الدنجال كنقطع دوائر غادي نفرش ريطات من الجناب جوج وندهنو بالحامض نفرش في الصينية هاد ناخد التوابل اللي غا تلقاهم مكتوبين للتحت وغا نخلطهم وغا ندهنهم مزيان هاد الدنجال وندخلوا للفران تقريبا ربع ساعة حتى كي طيب هنا سيبتحوشوا فيها الشامبينيون والكرافات مع التوابل ايضا اللي تلقاهم مكتوبين هاد نستفت بقادي للتنجال وكرافات الوسط والفروماج والتنجال والفروماج والفروماج في الاخر تخرموا فران ربع ساعة اخرى وها هو من اروع ما يكون جربوه هاد حسابي لايك للفيديو ما تنسوهاش واتبقوا لي على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة